الحقيقة قبل بس ما أبدأ أنا بس النهاردة كان فيه كلام على أن بكرة إن شاء الله سيكون هناك تغيير في رئاسة لجنة التحكيم في مصر يجب أن يكون هناك تغيير للأفضل بكرة بعده بعده ولكن يجب أن يكون هناك تغيير للأفضل لأنه الحقيقة اللي احنا بنشوفه دلوقتي أنا لسه نازل كنت تفرج على مباراة سيراميكا كولوباترا ونادي الزمالك ركل الجزاء صحيح عمية في المية لصالح سيراميكا كولوباترا لشادي حسين بالضبط حصلت زيها هي هي نفس اللعبة بالضبط السنة اللي فاتت مع سيراميكا كولوباترا ضد نادي الزمالك واحتسبت لصالح نادي الزمالك هدف صحيح مية في المية أنا بتكلمش على زمالك وسيراميكا ولكن بالمناسبة السنة أهيه أمام حضراتكم أمام حضراتكم نفس الحالة تقريبا بالضبط السنة اللي فاتت حسبت بالفار السنة دي الكابتن إبراهيم شافها كابتن إبراهيم نور الدين شافها غير صحيحة تمام أنا أنا بقول رأيي أنا بقول رأيي ما بقولش حاجة على فكرة أنا لسه نازل كنت بتفرج على المباراة زي زي أي حد بشوف مباراة في الدوري العام المصري من المفترض أن أنا شوف مباراة سواء المحلة والإسماعيلي سواء بقية المباراة اللي اتلعبت النهاردة زي ما شفت المباراة والبنك الأهلي والمقاولين شفت الماتشات كلها بركز طبعا على كل المباراة ولكن بشوف التحكيم عامل إزاي جماعة؟ في مباراة الإسماعيلي والمحلة أيضا هناك ألعاب واضحة جدا واضحة جدا للحكام أنا معرفش فيه إيه في التحكيم في حقيقة المصري حتى هذه اللحظة أنا بتكلمش على فرق بالمناسبة أنا بتكلم على تحكيم إيه اللي بيحصل دايما يتقال إيه المساواة في الظلم عدل المساواة في الظلم عدل يعني حتى لو كورن تظلم فيها السنة اللي فاتت فريق سراميكا كلوباترا طب اديروا بقى السنة دي مثلا يعني أنا بقول مثلا فالحقيقة أخطاء غريبة جدا من الحكام السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت أنا دي الأهلي خسرت دوري بسبب الأخطاء التحكمية وحفظة لأقول آه حفظة لأقول كل شوية هذا الكلام أيوة حفظة لأقول كل شوية هذا الكلام مش ممكن لإحنا بنشوفه دا ما يصحش لإحنا بنشوفه دا ما يصحش في بلد كبير وعريق زي بلدنا نحن نشوف هذا التحكيم بهذا المستوى الهزيل أنا آسف الهزيل من ناحية الفنية يعني إيه اللي بيحصل يا جماعة ليه كده إحنا عندنا حكام على أفضل أفضل مستوى عندنا كابتن عصام عبد الفتاح رجل له اسمه وله باع كبير في التحكيم المصري والعربي إيه اللي بيحصل أنا مش عارف الحقيقة بقول لحضرتك لسه نازله يعني مفيش أي حاجة واحد بتفرج على مطش أنا كنت نازل ناوي أتكلم مع حضرتكم على مباراة المحلة والإسماعيلي واللي شفته فيها شفت كم كرة في مباراة البنك الأهلي والمقولين العرب برضو نفس الكلام كم كرة كده يعني لأنه كنت بتفرج على المحلة والإسماعيلي وكانوا في نفس التوقيت فالحقيقة الواحد بيشوف أخطاء واضحة وضوح الشمس سواء للمحلة أو للإسماعيلي سواء للبنك الأهلي أو للمقولين العرب سواء للزمالك أو لسراميكا كيلوباترا لكن يا جماعة مش كده هو إيه ده هو فيه إيه في التحكيم المصري حضرتك مش عايز تدي الدوري للأهلي أو مش عايز تدي الحق للأهلي مش هقول الدوري عشان ما حدش يقول لي أصلي بيقولوا لي أنت بتقول إن الأهلي ماشي مش عايز تدي الحق لأي حد ادي الحق للنادي الأهلي يا أخي حرام عليكم اللي بيحصل ده ليه كده ليه كده ليه بتعملوا كده في كرة القدم المصرية بلاش النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي بيسبب بعض الحمود ماشي لكن ليه بتعملوا كده أن يظهر المستوى بهذا الشكل الهزيل لا فيه حاجة غلط في كل المباراة سنة اللي فاتت هي هي أنا قعدت أجيبك الكرة سنة اللي فاتت وكرة السنة دي تقريبا هي هي بس أنا للأسف ما عنديش الحق لأن أنا أزحها فما قدرتش لكن هي هي الكرة السنة اللي فاتت هي هي السنة دي تقريبا في مباراة الزمالك والسراميكا السنة اللي فاتت وبمباراة الزمالك والسراميكا دلوقتي أنا معرفش النتيجة كام دلوقتي هيقول لك أصلا إسلام مش عارف إيه وحيقعدوا يقولوا الكلام اللي بيتقالب ما عنديش مشكلة قولوا اللي عايز تقولوا قولوا أنا ما عنديش مشكلة فواحد سفر للزمالك إما معشور تمام لكن أنا باتكلم في شكل التحكيم المصري بقى وحش جدا 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 شكرا